اشتركوا في القناة بشكل منضبط ومنتظم ودائم من لا يستحق أن يكون محامية يبقى فكرة التنقية هو هدف استراتيجي مستمر زي ما أشاره السيد مجدي هي مش مسؤولية المجلس الحالي فقط ولكن هي مسؤولية الأجيال القادمة يظل فكرة التنقية هي أساس ضبط جدوى النقابة المحامية لأن الزميل اللي بينفز وأنا حتى بستحي في كلمة بصفه بالزميل لكن يظل الزميل إلى أن تكتكشف حقائقه بيستولع على حقوق لحضراتكم للزميلات للزملة يعني ما كان يجب أن يتحصل عليها يعني برهن عليها من خلال المعاش لما تبقى النهاردة عندنا تلات أربعة تلاف متقدمين يبقى في منهم في أول فتحة خير كده بنقول بيسر رحمة الرحيم لا يفوق الألف واحد لا يصلح لأن يكون مقيداً في جدول المحامين دي المشكلة والمعضلة الرئيسية أنا بس يعني عايز أكد على أن تنقية الجدول هدف مستمر للأجيال جميعاً لأنه النظرة المجتمعية للمحامين وخصوصاً المحامين حملت الكرنيه هي اللي خلت فيه تراجع لنا إحنا كمحامين مشتغلين عند المجتمع يعني الصورة الزهنية عند المجتمع عن المحامي للأسف تراجعت نتيجة من دخل جدول نقابة المحامين وهو لا يمارس مهنة المحامات ولكن محسوب علينا بتصرفاته بأفعاله بأخلاقياته بيومياته اللي بتعكن علينا في المحاكم يعني أكتر لما بنراجع بعض المشاكل هللاقي أكتر المحامين اللي بيصدروننا مشاكل ليس هو بمحامي هو حامل للكرنيه فأخلاقيات هذه النوعية من حملة الكرنيه وسلوكياتها عب علينا كلنا والصورة الزهنية لدى المجتمع لما تراجعت من خلال هذه النوعية اللي تسللت لجدول نقابة المحامين فخلاصة القول في هذا الأمر هي مسئولية علينا جميعا تنقيط الجداول مسئولية مستمرة علينا جميعا العلاج أستاذ مجدي أفض فيه المعاش أفض فيه هو أشار إلى أنه مجلس نقابة المحامين وده شيء يعني على المستوى الشخصي به يعني أنا أستأمنه أنه مفهوش غير الأستاذة فاطمة تمثل العنصر النسائي هذه واحد اتنين لما بنقول كل السن تجاوز الخمسين فكرة عدم موجود شباب ده عملية مؤحزنة ولذلك ويعني أستاذ مجدي كنا بنتداول في هذا الأمر من فترة أنه احنا من ضمن الأفكار المطروحة أنه تخصص من خلال تعديل تشريعي مقاعد مخصصة للشباب ومقاعد مخصصة للزميلات الفضليات لأنه أنا بغير ونبولي كلام ده هو بغير وأنا على المنصة من الأستاذة فاطمة في أدائها النقابي لأن هي صحب التاريخ نقابي تراكمي على مدار سنوات طويلة أدائها النقابي راقي أدائها النقابي يحتز به فلما يبقى النهارده معنا موجود زميلة واثنين وثلاثة من الزملات الزميلات الفضليات في مجلس النقابة لما يبقى معنا موجود مجموع من الشباب اللي هو ما دون سن الخمسة وثلاثين لما يبقى عندي على الأقل لثلاثة من الشباب مع الزميلات الفضليات هي اسمها فكرة تواصل الأجيال لأنه للأسف وأنا بقول لحضراتكم هو أنه مجلس النقابة هو مليان خبرات لكن محتاجين جيل الوسط محتاجين جيل الشباب محتاجين خبرة الزميلات الفضليات ده يعني السادة النقيب أشار إليه أنه التشريع هو الحل الأمثل في الفترة القادمة وأنا بدعوه ويلتزم قدام حضراتكم أنه يبقى لينا مشروع في الفترة القادمة يقدم لمجلس النواب في هذه الخصوصية وفي هذه المادة تحديدة الأمر الأخير عشان يبقى الحوار يعني مسمر إحنا جايين نسمع زي ما أشار السادة النقيب لرؤى حضراتكم إحنا بنجتهد وعندنا رغبة في أن إحنا نطور من أداءنا ومن تساؤلات حضراتكم ومن كلمات حضراتكم المضيئة لنا إحنا بنطور من الأداء العمل للنقاب فأنا هستأذن السادة النقيب هستأذن خالد بي عمار زمينا المحترم هستأذن السادة النقيب إن إحنا يبقى حوار مفتوح ما خرج من القلب حل بالقلب فلكم ما شئتم من أسئلة دون تحفزات بل على العكس هجمونا أي سلبيات حضرتك عايزيني صحاحة أي شأن نقابي لا لما عندناش موان على أي حاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر